تفقد محافظة محافظة أبيان أبو باكر حسين سالم ومعهم درعاء مدرية خانفر مازان اليوسفي لسد باتيس خلالها تدفق السيول والإشراف على توزيعها حيث بلغ ارتفاع مياه السيول في جسم السد مترين وسبعين سنتيمترا وصلت مياه السيول لري الأراضي الزراعية في باتيس ومكلان وملحة وجبل لحبوش والجبلين والنشر وكذا الديو والنشيرة والمخزن والجول وباشحارة والقريات في الدلتا وتبرغ المساحات المروية خلال موسم الصيف الجاري أكثر من 21 ألف فدان واشدد المحافظ على أهمية أن تروى الأراضي الزراعية التي لم تروى من قبل كما وجه قيادة الريف المحافظة بتهيئة جميع القنوات الرئيسة والفرعية والحفص على إصال مياه السيول إلى الأراضي الزراعية وعدم ذهبها للبحر